قرأت عليكم في الحلقة الماضية وأنا أحدثكم عن الخنازير الممطورة عن الخطابيين تعالوا كي نتفق فيما بيننا إنني أخاطب الذين يوافقونني الرأي تعالوا كي نضع عنوانا لهؤلاء المسوخ أتحدث عن الخطابيين نضع لهم هذا العنوان عنوان الخنازير الممطورة مثلما عنوان إمامنا الرضا الواقفة بالكلاب الممطورة فتعالوا كي نتفق على عنوان لهم للخطابيين جميعا وخصوصا للأحياء منهم للخطابيين المعاصرين كي نعنونهم بهذا العنوان الخنازير الممطورة والنصف الرجل منهم بالخنزير المأبون والمرأة منهم بالخنزيرة العاهرة فهذا هو واقعهم وهذه الأوصاف تنطبق عليهم انطباقا دقيقا كاملا بالمجموع هم الخنازير الممطورة الرجل منهم الخنزير المأبون والمرأة منهم الخنزيرة العاهرة هذه الأوصاف تصدق عليهم بشكل كامل على أي حال قلت هذا للفائدة والمنفعة وهو جزء من البراءة من إظهار البراءة من أعداء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه قرأت عليكم من رسالة إمامنا الصادق إلى المفضل بعد أن أرسل المفضل من الكوفة إلى المدينة رسالة إلى الإمام الصادق يسأله عن الخطابيين وأحوالهم لعنة الله عليهم أنا لا أريد أن أعيد الكلام ولكن جانبا مما قرأته يرتبط بحديثي في هذه الحلقة فإمامنا الصادق هكذا قال وقد كتبت إليك في كتابي هذا تفسير ما سألت عنه فاحفظه كله كما قال الله في كتابه وتعيها أذن واعية إنه الوعي الوعي هذا وعي في واقع الحياة ووعي في واقع الدين وحديثنا في هذه الحلقة حديث في واقع حياتنا الشيعية وقد كتبت إليك في كتابي هذا تفسير ما سألت عنه فاحفظه كله كما قال الله في كتابه وتعيها أذن واعية وأصفه لك بحلاله وأنفي عنك حرامه إن شاء الله كما وصفت ومعرفكه حتى تعرفه إن شاء الله فلا تنكر إن شاء الله ولا قوة إلا بالله والقوة لله جميعا أخبرك أنه من كان يدين بهذه الصفة الإمام يتحدث عن منهج ولا يتحدث عن أشخاص ولذا إذا أردنا أن نكون على وعي بواقع حياتنا الشيعية لا بد أن نكون على وعي بواقع المناهج التي تتحكم في حياتنا الشيعية الإمام هنا لا يتحدث عن أشخاص يتحدث عن منهج أخبرك أنه من كان يدين بهذه الصفة بهذه الصفة حديث عن المنهج وليس عن الأشخاص وهذا هو الوعي ليس مهما أن تتظهروا ضد الصرخ أعرف منهج الصرخ أولا وبعد ذلك تظاهروا أما أن تتظهروا ضد الصرخ من دون أن تعرفوا منهج فهذه المظاهرات على طريقة بال حمار فبالة أحمرة إذا كنتم تريدون أن تتظاهروا ضد الصرخ كما يريد إمام زمانكم فلابد أن تنظروا إلى المنهج مثل ما يحدثنا إمامنا الصادق هنا عن الخطابيين لعنة الله عليهم أخبرك أنه من كان يدين بهذه الصفة التي كتبت تسألني عنها فهو عندي مشرك بالله تبارك وتعالى الإمام يتحدث عن الخطابيين ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية أخبرك أنه من كان يدين بهذه الصفة التي كتبت تسألني عنها فهو عندي مشرك بالله تبارك وتعالى بين الشرك لا شك فيه إمامنا يتحدث عن المنهج إمامنا الصادق وإمام زماننا في توقيع إسحاق بن يعقوب أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق إمامنا في التوقيع الشريف حين تحدث عن الخطابيين لعنة الله عليهم أمواتا وأحياء تحدث عن المنهج ولم يتحدث عن الأشخاص السائل وهو إسحاق بن يعقوب سأله عن أب الخطاب فأجابه عن أب الخطاب ثم تحدث عن المنهج هكذا قال وأما أب الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع الأجدع فملعون وأصحابه ملعونون فلا تجالس أهل مقالتهم إنه المنهج الإمام لم يتحدث عن الأشخاص لأننا لا نستطيع أن نميز الأشخاص من دون تمييز المنهج ولا نستطيع أن نقف الموقف الشرعي الصحيح من الأشخاص من دون تشقيص منهجه فلا تجالس أهل مقالته كل شخص على منهجهم فلا تجالس فلا تجالس أهل مقالته علينا أن نتفحص المناهج كما قلت لكم مظاهراتكم ضد الصرخ من دون تشقيص المنهج إنها على طريقة بال حمار فبالت أحمرة في زريبة الحمير إذا ما بال حمار فإن جميع الحمير تتداعى كي تبول تبول الحمير قاطبة إذا ما بال أحد الحمير في الزريبة هذا شيء معروف عند العربي وهذا مثل معروف بال حمار فبالت أحمرة فلا تجالس أهل مقالته عليك أن تعرف المنهج فإني منهم بريء إني منهم من الأشخاص الذين هم على هذا المنهج على هذه المقالة فلا تجالس أهل مقالتهم فإني منهم بريء وآبائي منهم براء المنهج المنهج لذلك تلاحظونني دائما ألعن منهج حوزة النجاف لأن الذي دمرنا المنهج المنهج دمر المراجع أنفسهم ودمرنا مراجع النجاف وكربلاء ضيعوا أنفسهم وضيعونا معهم بسبب منهج الضلال الذي اتخذوا في الجزء السابع والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 218 إنه الحديث الثامن والأربعون عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث عن أهل قوم وقال السائل يبنى رسول الله هذا خاصة لأهل قوم لأن الإمام تحدث بحديث لا أجد مجالا لقراءته السائل يسأل الإمام عن الفضل العظيم لأهل قوم الذي أخبره به إمامه الصادق يبنى رسول الله هذا خاصة لأهل قوم قال نعم ومن يقول بمقالتهم المنهج المقالة المقالة المنهج قال نعم ومن يقول بمقالته حينما نتحدث عن أهل الحق لا بد أن نعرف منهجه وحينما نتحدث عن أهل الباطل لا بد أن نعرف منهجه فلا تجالس أهل مقالتهم مثل ما قرأت عليكم من رسالة إمام زماننا إلى إسحاق بن يعقوب فلا تجالس أهل مقالتهم الإمام يتحدث عن الخنازير الممطورة عن الخطابيين الأنجاس فلا تجالس أهل مقالتهم عليك أن تعرف منهج الضلال وإذا كان الحديث عن أهل الحق وأهل الخير يبنى رسول الله هذا خاصة لأهل قوم قال نعم ومن يقول بمقالتهم لابد أن تعرف منهج الحق المناهج المناهج هي التي تجعلنا على وعي بواقع حياتنا وتعيها أذن واعية نحن بحاجة إلى هذا الوعي يمكنكم أن تحصلوا على هذا الوعي من خلال هذه الشاشة تابعوا البرامج وبعد ذلك أحكموا على واقع هذه القناة بأنفسكم ماذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدثنا عن مراجع التقليد عند اليهود وعن مراجع التقليد عند الشيعة الطبعة طبعة ذو القربة الطبعة الأولى قم المقدسة رواية التقليد المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهي رواية طويلة تبدأ من صفحة 271 وتنتهي في صفحة 275 أنا سأذهب إلى سطر واحد منها يتعلق بموضوع الحلقة فمن قلد من عوامنا من مثل هؤلاء الفقهاء من مثل هؤلاء الفقهاء من فقهاء الشيعة وهم الذين هكذا يفعلون يهلكون من يتعصبون عليه الذي يخالفهم وإن كان لإصلاح أمره مستحقة يهلكونه ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له من أتباعه وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة هل تعرفون مرجعا لا يعمل بهذا البرنامج من مراجع النجف وكربلا من مراجع حوزة الطوسي من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل كلهم يعملون بهذا البرنامج يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقة الذي يخالفهم وينتقدهم ويترفقون بالبر وإحسان على من تعصبوا له اللوغية السرسرية من أتباعه وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة الإمام يقول فمن قلد من عوامنا من مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم الإمام يتحدث عن المنهج وليس عن الأشخاص فمن قلد من عوامنا من مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم الإمام يتحدث عن منهج يهودي بالنسبة لعامة الشيعة وعن منهج يهودي بالنسبة لمراجع الشيعة الإمام يتحدث عن منهج لا يتحدث عن أشخاص ومن هنا فإننا بحاجة إلى وعي في واقع حياتنا الشيعية وهذا الوعي لن يتحقق إلا أن نكون على دراية ومعرفة وثقافة بالمناهج التي تتحكم فينا تتحكم بمصائرنا تتحكم بالواقع الشيعي هناك المنهج الديخي الذي يعمل به المراجع أتحفونا أتحفونا بالوثيقة الديخية لا أجيب الأسماء واحد قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبة قال توصل وإطمئنا تركبهم يعني ماشي يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله النف عباردة واحد من الأعلام قبل خمسة قال لي المستعجب مش داها قلنا تركب يعني خلاغة أغميشيني وكما كنتم خلاغة أغميشين جميز بغلبه كان حالة تركبهم فقش ديخ تعرفي فقش والنص عباردة كنا على ثقه وكلكم تعرفونا لأنه ما رجل أجيب الأسماء عراضة قال تركب مثل ما تركب نارو غاية ديخ لا شيء لا لأ معلم إجمالي هذا هو واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا هو